السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل خير عليكم مسائل نور مسائل هنى والسرور ومسائل ابتسامة والطاقة الإيجابية عليكم أهلا وسهلا بكم برحب بكم أحلى أخوات في الدنيا وبرحب بالناس اللي هي داخل جديد أهلا وسهلا اشتراككم تاج فوق الراس ويرب أكون عند حسن ظنوكم إن شاء الله طيب مبدئيا كده أنا متشكل لكم على الدعم ومتشكل لكم على المساندة ومتشكل لكم على اللي انتو بتعملوه معايا الصراحة انتو بتعملوه حاجات كتير قوي يعني الواحد ما بيحبش نتكلم بس يعني لازم نتكلم بقى ونقوم عشان ندي الناس حقاها ألف شكر لأحلى أخوات في الدنيا في أخوات يعني ابتدوا يعني نشروا بعض الفيديوهات على صفحاتهم على الفيسبوك وأنا متشكل لكم جدا يعني وجزاكم الله كل خير ورب يديكم الصحة طيب النهاردة بقى عندنا ايه عندنا حاجة كده جبارة عندنا حاجة كده يعني نقدر نقول حاجة من الخيال سحر احنا النهاردة هننصف الدهون وبتاعة حروق البتجاز ايوة احنا النهاردة هتنامي كده هتصحي هتلاقي بتجازك بيلمع أكنك لسه شرياء خليكي واسقة وعملي اللي انا بقولك عليه ده تمام طيب احنا بقى من النهاردة يعني معنا مكونات ايه مكونات بسيطة جدا طيب اول حاجة دي سابونة بلدي اهي تمام اللي هي نابولس شهين انا جايبها بالزاتون ليه عم سيف انت جايبها بالزاتون عشان انا عايز المادة الزيتية اللي فيها وعايز كمان المادة بتاعة البطاس اللي فيها يبقى انا كده ضربت عصفرين بحاجة ضربت اللي انا عايز الزيت اللي فيها دوت اللي هو زيت الزاتون عشان يبدأ يعملي عملية اه ليونة في الايه في الحاجة اللي انا هبدأ استخدمها وعايز المادة بتاعة البطاس اللي فيها عشان يبدأ يديني تفاعل اكتر ونضافة اكتر مع الدهون والحروق اللي في البطاس انا بص النهاردة هخليه بتجازك بص بيلمع بيلمع طيب هنعمل ايه دي نص صابونة عشان نتفق مع بعض خلينا نوحد المقدير انت بتجازك اسود خالص يبقى هناخد صابونة بتجازك نص نص هناخد نص صابونة وهقول لكم على حاجة وحدوا الموضوع كله خليها صابونة نابولوس شاين كاملة تمام احنا هناخد كده معنا وهنبدأ نضلق فيها كده هو في الطبق بتاعنا اللذيذ ده خلي بالك احنا بعد ما نعمل الكلام ده فيه اهم حاجة انت ازاي تستخدميها انت ازاي تستخدميها طيب وبعدين هنعمل ايه معانا هنا كوباية كربوناتو تاني كوباية كربوناتو هندلقها هنا تاني اهو وهنبدأ بخلط كل المكونات دي مع بعض واحدة واحدة عشان تعرفي ركزي معا جامد وعشان تعرفي طريقة الاستخدام ازاي انا هستخدم ازاي هعملها ازاي دي بقى المشكلة قبرى في بعض الناس بتستسهل وبتاع لأ حضرتك بعد ازنك استأذنك اعرفي طريقة الاستخدام ازاي عشان تخلي متجازك يعني وردة شامعة فلة من وردة طيب ايه المكون التاني خلي بالك بص من حاجة لما تيجي تروح عند العطار ويديك الكربوناتو وتلاقيهم كلكع كده ما تروحيش تجيبي منه حاجة تانية لازم الكربوناتو دي يكون بودرة تمام بعد كده عندي هنا كوباية صابون سائل اهي كوباية صابون سائل انت بقى عايزك جيبي فري ما فيش مشكلة عايزك جيبي بريل ما فيش مشكلة بس اهم حاجة اهم حاجة انه هو يكون فيري او بريل تمام اهو فيري او بريل ونقعد نقلب بها وانا عايز العجينة دي كده اهو انا عايز اعمل ده كده عجينة لازم ده كده كله يكون ايه عجين معايا اهو لازم نقلب كل المنتجة كل الحاجة اللي موجودة كده معايا كده مع بعض لازم تتمزق كلها الصابون والكربوناتو والايه والصابون تتقلب كده كلها مع بعض كده اهو اهو شايفينها اهو اهو دي الصابون شايفة بص من تحت ايه ماسك شوية لازم كل الكلام ده يتمزق مع بعض اهو لازم كل الكلام ده يتمزق مع بعض يبقى احنا كده قلنا ايه لازم اجيب الصابون السائل بتاعي لاما فيري او بريل لأيه عم سيف ما انت كنت اقتصادي ايوه انا وما زلت اقتصادي انتو ممكن تجيبي اللي هو كيس فري من ابو جنيه تجيب ليك ثلاثة طب ليه انا عايز الفري بتاع الشركات عشان حضرتك في مواد فعالة اكتر من الصابون اللي احنا بنعمله الصابون اللي احنا بنعمله يا دوبك مسلا على قد نخسل بيه الطبق نخسل بيه الحلة بتاع لكن انا عايز اشيل حروق انا عايز اشيل السواد موجود في البتجاز حاجة كده بتشوفيها كده بتخش المطبخ كده بتلاقي حاجة سودة كده بتروح يراجع تاني لا انا عايز اشيل السواد ده هشيلها ازاي لازم اجيب اللي هو الفير بتاع الشركات او اجيب البريل وافضل اعمل طيب بعد كده هنعمل ايه بقى بص بقى طريقة الاستخدام خلي بالك فيه حاجة تانية هقولها لك يعني فيه منتج تاني احنا هنضيفه بس ايه ركزي معي هاجيب الليل قبل ما نام اروح لابسك جوينتي الجميل بتاعي ناشي واروح جايب كل الكلام ده واعد افرد بيه على الحروق وعلى البوتاجاز من فوق ومن تحت كده ادهن البوتاجاز كده اكنك بتدهان سنيت كيكا اكنك بتعمل سنيت بسبوسة تمام كده طيب ايه تاني ناخد بس هنا حبة صابون اهو وبعد كده اهو بعد كده اسيبه بقى اقفل البوتاجاز بتاعي يعني مثلا بفتح بس البوتاجاز ادهن جوه وادهن برا وادهن من فوق ادهنه كله كل حاجة عليها سواد ادهنها كلها واروح سيبا ونايمة سيبا وروح ينامي بقى يا ست كله وخلل ايه الحاجات دي كده هوت موجودة في قلب البوتاجاز هتسحي من النوم هتفتح البوتاجاز هتلاقي خروف تمام تمام كده طيب هتسحي من النوم اول حاجة هتعمليها ايه هتشرب القهوة بتاعتك بعد ما تشرب القهوة بتاعتك هتروح جايبة حوالي نص كوباية من دي اهي اهي نص كوباية ظهر ابيضا وتبدأ بقى بالجوينة بتاعك تاخد حبة كده وتقعد ترشي ترشي ايه؟ ترشي على الحاجات اللي انت عاملها من بلل دي ترشي ايه؟ ترشي عليها طيب بعد كده هنعمل ايه يا عمي سيف؟ هنروح جايبين بقى الخل بتاعنا الجميل الخل بتاعنا هم حضرين اه مية سخنة وبالفورشة بقى وتروح رشي الخل الاول او تروحي الخل الاول على البتجاز وتروحي جايبة لايه؟ الفورشة ودعاكي وايه؟ ودعاكي هأنت اول لما ديجي تعملي كده هتلاقي السواد طلع معاك طيب الموضوع ماشي معايا حلو قاوي اروح بلس هبل اللي عندي الليفة او الفورشة بتاعتي اللي هي الفورشة بتاعتي في المية السخنة وابدأ ايه؟ ادعاك كمان البتجاز وتفرجي على الحلاوة صدى ما هتلاقي دهون ما هتلاقي السواد دا هيطلع معاك في منتهى الحلاوة واتمنى اللي الموضوع دا انتوا تعملوه النهاردة يعني انا بصا انا هاخد الوصفة دي كده هو تعملوها النهاردة اتمنى اللي انتوا تعملوا الكلام دا النهاردة وبقرة ادول النتيجة فيها ايه؟ تمام؟ واتمنى اللي الفيديو دا اعجبكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته